الحل والمباشر ما انه مربوط ابدا نتحول الى نظام بوليسي وقتها منوقف صرافة او اثنين او اثنين او خمسة ومنعرف انه هذا ما بيحل المشكل الحل مشكل من نفوت فيها الى جزورة المشكل الى علاقة بالثقة المشكل الى الاستقطاب الاموال الصعبة والاستثمارات الداخلية دعنا هذا الاسبوع تدهور كارثة وسريع لقيمة العملة الوطنية اي الليرة اللبنانية بعد ما تعدينا سقف العشرة الاف ليرة اللي كان السقف المخيف لكل اللبنانيين شفنا انه بنيه لسوق الحظ ما في سقف للتدهور وقدرنا وصلنا الى الخمسة عشر الف ليرة يعني الى خسارة فوق التسعين بالمية من قيمة الشرائية من العملة الوطنية اللي هي الليرة اللبنانية من الف وخمسمية لخمس عشر الف يعني بدنا عشر اضعاف للقدر نوصل الى الدولار الواحد هنجرب نفهم سوا شو هن الاسباق المباشرة وغير المباشرة لهالتدهور المخيف هالى لسوق الحظ ما قالوا سقف النقطة الاولى هالى لازم كنا نعرفها هو انه نحنا بلبنان نطبع ليرة لبنانية وليس دولار امريكي او يورو يعني نحنا اليوم العملية الصعبة بقدروا بيليحقوا النقاط الواضحة باي اقتصاد بالعالم هالى هي عرض والطلب نحنا ثلاث نقاط والعرض العملية الصعبة بلبنان وخاصة الدولار الامريكي كان يجوا من ثلاث مصادر اساسيين المصدر الاول ما لازم ننسى كان يجينا بين ستة وثمانة مليار دولار امريكي سنويا من اخوتنا المختربين بالعالم وهل تحويل وقف نهائيا او ع كل حال وقف من خط المصارف او من خط الرسمة هذا يعني خسرنا فوق ستة الى ثمانة مليار سنويا من عملات الصعبة اللى كانوا يدخلوا السوق والاقتصاد اللبنانى النقطة التانية كان يدخلنا الى لبنان عملات صعبة من المساعدات الدولية وبسمى مؤتمر بيريز واحد بيريز اثنان بيريز كليتة مؤتمر روما مؤتمر بروكسل سندق الدعم العربية وغيرها ومنعرف بعد ما خسرنا سئة المجتمع الدولي ولا ممكن يكون عنا ضخ صيولة بعد اذن ممكن يكون عنا مساعدات انسانية لكن منعرف انه تحولنا من مؤتمرات استثمارية ومؤتمرات اقتصادية الى مؤتمرات اجتماعية ومؤتمرات انسانية الى لبنان يعني ضخ صيولة من هالمؤتمرات هيكون صعب جدا النقطة التالية والمصدر التالت كان عبر الصناعة وعبر السياحة وشفنا اليوم بعد التسكير اللي صاب مباشرة القطاع الصناعي صار صعب الصناعيين يقدروا يصدروا سلعهم وحتى اذا صدروا سلعهم حتى هن يخسروا السئة بالاقتصاد اللبناني واذا عندهم تحويلات بيتلبوا يكونوا برات البلد اللبناني لا يقدروا يجعانا يحاولون ويشتروا مواد اولية ولا غير حتى بموضوع السياحة اذا في بعض سياحة بنعرف انه السياحة كانت تجي من اخوتنا المختربين هالي اذا اجوا على لبنان عاي يجاربوا يصرفوا ما عندهم بالمصارف اللبنانية وما حجز باللبنان من الدولة اللبنانية فمنشوف انه اليوم الثلاث المصادر الاساسية لسوء الحظ طعنوا وهدروا بطريقة مباشرة وغير مباشرة اذا منطرق شوي على الطلب اليوم مين كان الطلب؟ الطلب للعملات الصعبة كان من المؤسسات اللبنانية وخاصة التجار اللبنانيين هالي منعرف انه نحن تقريبا 70% من اقتصادنا مبني على التجارة الطلب كان يجي اكيد للصناعيين هالي كانوا يقدروا وكانوا عم يطالبوا بقدروا يجيبوا مواد اولية ومن بعد اللبنانيين هالي بيسافروا برات الاراضي اللبنانية فتحولنا من رقم تقريبا 200 الف شخص او 300 الف شخص الى تقريبا 6 مليون اشخاص بالاراضي اللبنانية عم يطالبوا بالعملات الصعبة تقريبا لانه راحت نهائيا وانحدرت السقب العملة اللبنانية اللي عم تتهد دهور يوم بعد يوم فنحن هيدا اول شغلة بموضوع العرض الطلب شفنا انه العرض نقص بطريقة كتير كبيرة والطلب ازاي بطريقة كارثية النقطة التانية ما لازم ننسى ولا نتناسى انه نطلب زيادة رأس ميل المصارف وخاصة الاحتياط التدل بالمليون من الودية طبعا قصب المصارف قدر حول مبالغ من الخارج بس كمان نزل على السوق اللبنانية بطريقة كتير شرعية يقدر يسحب دولارات لا يقدر يلحق الملتزمات المطلوبة منه من مصرف المركزي فبنهاية زيد الطلب يوم بعد يوم وعم بحكي انا اليوم الطلب الداخلي نفس الوقت ما منقدر ننسى انه احنا على حدودنا نعرف انه في عقوبات في عقوبات مباشرة على سوريا نحنا ما مندخل مباشرة بهالموضوع نعرف انه في تطبيق اوي جدا وملاحق بموضوع عنون ايسر فمنعرف انه اخوتنا بسوريا ممكن يجوا وعم يجوا اكيد يقدروا يسحبوا قصهم من العملات الصعبة لقدر كمان هن يتعايشوا بازمتهم بنفس الطريقة فاذا احنا مناخد موضوع العرض والطلب منشوف ومنفهم بطريقة اوضح ليش عم يكون في هالضغط اكتر واكتر لكن نفس الوقت في كمان اسباب غير مباشرة اليوم بالنهاية في نقاط استفهام كتير كبيرة اليوم هالتدهور الكارثة صار بسبت احد وان الطلب ما كان كتير كبير وحتى العرض يعني اكيد في ايدي خفية داخلية واقليمية وخارجية عم تقدر تدخل يوم بعد يوم لتساعد الانهيار من جهة داخلية منعرف انه هاي ده ادوات ضغط من اشخاص وغيرها ضغط على ما بعضهم البعض وضغوط سياسية بيدفع سمن الشعب ومنعرف انه لبنان عنده اعادات كبيرة وبالنهاية يعوين ما يكونوا عم نقصف وندرب لبنان طريقة كتير بسيطة بقدر يكون في ضغط على السيولة والعنمليات الصعبة والنقطة التالتة البسيطة جدا نحن بنعرف انه كلنا مرتبطين بالتواصل الاشتماعي وبجروبيت واتساب وغيرها يوم اي شخص اليوم بقدر ينزل على جروبيت كبيرة وبيقول انه انا شريط ب15 الف وبعشرين وابلكين ومنقدر نروح اكتر واكتر بهالاخبار نعرف انه عم بيقدروا وخاصة سوق السوداء ما له اي حدود انا حابب بقول على صوت عالي الحل والمباشر ما انه مربوط ابدا نتحول الى نظام بوليسي وقتها منوقف صراف او اثنين او اثنين او خمسة ومنعرف انه هيدا ما بيحل المشكل الحل المشكلة من نفوت فيها الى جزورة المشكلة الى علاقة بالسئة المشكلة الى استقطاب الاموال الصعبة والاستثمارات الداخلية فبتراجيكم خلال نروح الى صلب الموضوع مباشرة اليوم اذا نزل الدولار بعد ايام لانه صار في ضخ صيولة بعد اكتر حاول ما نكون عم ندعم السلع الاساسية للبنان حاببنا ندعم الدولار الى العملية الصعبة بس بنعرف انه بالنهية عم نحكي بايام واسابيع بس هيدا الموضوع ما بيقدر بنينا الاقتصاد الحقيقي نحنا اليوم برجع بذكر مطبع ليغة لبنانية وكل ما زدنا الكتلة النقدية اللبنانية كل ما عم بننزل يمتها اكتر واكتر وكل ما نقصد الكتلة النقدية بالعملات الصعبة كل ما نسوق الحاز عم روح بيتدهور اكتر واكتر نحنا الحلول بالجزور يعني بدنا سلطة تنفيذية اليوم قبل بكرة بدنا سلطة تنفيذية ما تكون مجمدة لنفس الاسباب هاللي جمدوا تشكيلها لكن سلطة تنفيذية بتقدر تروح باول نقطة تفاوض الدائنين الى لبنان الداخلين والخارجيين سلطة تنفيذية تروح تفاوض الى مشروع اصلاحات مع صندوق النقد الدولي سلطة تنفيذية تبني الاستثمارات ودعيد السقه هذا اللي بده عيد ايمد العمل الوطنية ويظهرنا من الكاغسة الاقتصادية الاجتماعية والنقدية وشكرا